هانا يا للا جبت لك الملوي اللي بيه تكوني للا مولاتي يجيك ملوي كبير هماوي مورق مقرمش محمر بطريقة سهلة وتحضره بالخف مقادير العجينة اللي غنعطيكم هيخرجوا لكم تمنياد الملويات بحاجم كبير غادي نحتاجو سلافة الفينو مايو عادل ميتين وعشرين جرام اذا عبرتو بالكيسان عملو جوش كيسان وجوز لايف ديال الفرس او لادقيق مايو عادل نصف كيلو رشيشة ديال الملحة معلقة ديال السكر يمكن تعودوها بالعسل العسل كيعطي اللون في المسمن والملوي حسن من السكر رشيشة ديال خميرة ديال الخبز غير رشيشة بشكي جينا الملوي ديال نهشيش او للمسمن ديال نهشيش ورباع صاشي ديال الخميرة الحلوة غير كنجمع العجينة بالماء دافي حيتاش الجو بارد اذا كان الجو سخون وخيكون الماء مصطنبر غير جمعت العجينة ودهنتها بالزيت نغطيها بالبلاستيك لمدة ديال ثلاثة ديال دقايق تنرجع كنلقى العجينة تلقي تراصها تنعاود بحال هكا كنخدمها واحد شوية وتنعاودو ندهنوها بالبلاستيك لم ونغطيها بالبلاستيك هكذا باش نوفروا الوقت ديال ديالك والكمية ديال الماء اللي حتاجت للعجن العجين نصف لترو ديال الماء دافي بعد مرتحت لي العجين اخليتها غير وخمسة دقايق غاد نخرج منها جوش كويرات كبار الحجم ديالهم ميتين قرام وغاد نخرج تنين وثلاثين كويرة بحجم صغير كل كويرة صغيرة فيها تلاتين قرام حيتاش كل كويرة كبيرة غاد نخرج منها اربع ديال الملويات كبارين ما شاء الله للتوريق غاد ينحتاجوا ثلاثة المعالقة ديال الفينو مع ثلاثة المعالقة ديال الساميد المتوسط بغيتوا تورقوا غير بساميدة بوحدها او بالفينو بوحده ماشي مشكل كنضيف كأس الا ربع من الزيت تنخلط من بعد تنضيف تقريبا واحد اه ربعين قرام ديال الزبدة مدوبة نخلط الكل نخلي على جنبها التخليطة هذي كتساعدنا في التوريق الكويرات خليتهم ارتاحوا بالقليلة نصف ساعة لجاو شوية تحتاج العاجين واحد شوية ديال الوقت باش تيرتاح تنجيب ربعا ديال الكويرات تندق عليهم واحد شوية هادو الكويرات الصغار وكل ما بين كل كويرة وكويرة تندهنوا بالخليط ديال السميدة والفينو والزيت والزبدة وتندير هكدا كويرة فوق كويرة ولكن ضروري كنقرسوهم شوية ونفرقوا بالخلطة ديال التوريق هكدا كنديروا ربعا فوق بعضهم بهذا الشكل هنا كنستمر كندق عليهم كنفرق ما بين كل وحدة ووحدة بالخلطة السحرية ديال التوريق وهكدا تنجيبو اربعة ديال الكويرات فوق بعضهم تنحطهم على جانب كل اربعة ديال الكويرات تنجمعوهم مع بعضهم بهذا الشكل يعني تنقرسوهم ونفرقوا بيناتهم بالخلطة ديال التوريق ونحطوهم على جانب غادي نجيون الكويرة الكبيرة اللي خلينا فيها ميتين جرام وانا تكون كويرة كبيرة مشي بالضرور لانا نكن نعطي لالاخوات اللي تبغيو يديرو كوموند وتيبغيو القياس يكون عندهم مضبوط تنجيب الكويرة الكبيرة كنطلقها مزيان فوق سطح العامل تركزو دائما على الواسط والجوانب دائما سطح العامل كيكون عدنا بدهون غير بالزيت باش للعجين متتلساق الناشي سافي من بعد ما طلقت الكويرة الكبيرة تندهان بالخلطة ديال التوريق ومن بعد تنجيب دوائر اللي قرسنا فوق بعضهم مفروقين بخلطة توريق تنحطهم هكذا فوق الكويرة اللي طلقنا وتنقسم على 4 بالسكين او بالجرارة من بعد تنورق بهات الشكل وفي حالة تشتو شي طاوية غطيوها وما مدهونة شي بخلطة توريق تدهنو صفي كتجمعو بحالة غتجمعو دابة المسمنا ولكن الشكل اللي غتحصل عنه تحصلوا على ملويات تجدوك الدوائر هم اللي تيحدونا الشكل صافين بعد ما كنجمع للملويات ديانا كتجيب هات الشكل كان طوي الجانب الاول جانب التاني وكان طوي بحالة مسمنا ودهك الدوائر هم اللي تيحدو على الشكل ديال الملوية غايجيونا مدورين الجيها اللي تتشوفوها ما فيهاش خلطة توريق تدهنوها واحد شوية صافي وهكذا كنحصلو على الملويات كنستمرو بنفس الكيفية كنطوي الجانب الاول جانب التاني وكان طوي بهات الشكل وتنجمعو الملويات ديانا وكنغلفوها مزيان وتنحصلو على الملويات بهات الشكل ما شاء الله تنحصلو على تمنيات الملويات بحجم كبير بلا تمارا بلا كترة الوقوف هكذا كتكون وجودتهم والاهم كي يرتاحوا بسرعة صافيتا نغطيوهم دابا خليهم هكا واحد شوية يرتاحوا باش هكا فاشا نبغيو نقرصوهم كي تقرصو لنا بكل سهولة وبكل ارياحية إذا بغيتو هكا داك الملوي جيكم محرش من برا تترشو عليه إما الفينو ولا السميدة ينشكل واحد الوراقة دائرية بحل هكذا تتعاون المبتدئات باش هكا تلقوا عليها المسمن ولا الملوي غير هو المسمن المربع تديرو الورقة مربعة في الملوي كتديروها مدورة القياس ديال داك الورقة 24 سنتيم تنطلق عليها الملوي رقيق يعني تنخلي الملوي رقيق بزاف تقريبا على نصف سنتيم باش تيجي هكذا مورق من داخل نتخليوش الملوي غليط بالخصوص في هالطريقة هادي ركزو على الواسط وعلى الجوانيب المقلة دينا كتكون سخونة كندهنوها بالزيت تنحطو الملوي دينا غير التواني معدودة تنعودون قلبو باش تتاخد لنا واحد تحميرا من الواسط من الجوانب ما كتتحرقش وكتجي الحمورة موزعة النار متوسطة وكنستمرو بنفس الكيفية مجرد ما تنحيد الورقة تنمشي نطلق عليها ملوي اخرى كنبقى غادا هكذا وحدة كالطيب وحدة تنطلقها يد هنا ويد هنا بغيتوا مثلا تطلقوهم كامين غير قطعوا الورقات الكافيين وتبقوا هكا تطلقوا الملوي ديالكم او الا الاخوات اللي ما شاء الله دائما كيعملوا الملوي والمسمن ما يحتاجوش نيائيا الورقة انا صراحة تعجبني انطلق علي الورقة تنهيز بكل ارياحية الملوية ولا المسمنة في نفس الوقت يجين القياس مضبوط كيجيوا الملويات كلهم قد بعضهم وغير بيد واحد تتهيزو الملويات تحطوها في المقلات تتحيدو الورقة يعني ما تحتاجوش دعماء كده مجهود كتر نستمر بوحيدة من مور وحيدة داروري انتوما كتطيبوا الملوي ديالكم وانتوما كتقلبو اذا بغيتو تديرو زبدة ديرو بغيتو هكا تديرو غير ذهين تزيد عملو نستمروا بوحيدة من مور وحيدة تكنكملوا الكمية كلها ومشاء الله هكدا كي كل ملوي ديالنا من بعد ما كنا له الطيب ما شاء الله تيجي واحد للملوي ما شاهدتكم فيه محمار حمورة دهبية ومورق ومقرمش ديال تحمرت الوجه بطريقة جدا سهلة سوف يتفرحكم غير جربو اردو ايا الخبار ما بقاليا غير نقسمه معاكم كشوفوا التوريقات يا للا وكيف يجو من داخل وريقة على وريقة طبيعة الحال بغيتو عدد التوريقات وكتارك تزيدو في الكويرات انا فطلت ندير معاكم غير بعد الكويرات كيجي واحدك التوريق شوفوا معايا كيف يجي كيجي واعرين وقرصوا رقويداكم باش يجيوكم هكدا الورقة ترقاق من داخل اتمنى يكونوا واضحوا لكم وتجربوا المسمن بها الطريقة غادي يحمر لكم وجهكم وغادي يعجبكم بزاف راشيش بزاف 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 ومورق ومقرمش لجربوه بصحة وراحة اشتركوا في القناة